وكلاهما يلعب الان كمحترف في الليجة الاسبانية هذه كرة ليس فيها تسلل هيكويين والهدف الاول لريال في الدقيقة العاشرة لم يطل الامر لقطة شبيهة بهدف ميس الاول ضد فريق سلاقوسطى لان الرقابة الدفاعية عندما تغفى للحظة عن لاعبين بهذه النوعية عن هؤلاء الارجنطينيين الهدافين البارعين فان المسألة مسألة توقيت في كرة قدم مسألة لحظة عندما تغفى اللحظة عندما يكون توقيت التمرين صحيحا وينجح اللعب في المرور لاحظوا التهنئة الحارة لهيكويين الذي يحرز هدفه الخامس في الليجة الاسبانية مباشرة خلف كريسيان رونالدو صاحب الاهداف الستة هذا هو هيكويين والهدف الاول في الدقيقة العاشرة وواضح انه لم يكن مسلنا التمرين الطويلة الممتازة طبعا وصلت لهيكويين وهذه يعني طريقة في احراز الهداف لا يضيع الخطة ولا عبها أرضية بأعصاب هادئ الاهداف هذه التمرير طويلة الممتازة حوالي أربعين أو حمسي متر تمريرا تصل لهيكويين مباشرة يضعه في المرور 13-14 حواليه ريال يضع في ورطة ميلانا الآن 2-0 2-0 كريسيان رونالدو مغى يحرز الهداف هؤلاء هذه الحوالي هؤلاء الحوالي هؤلاء الحوالي يضع في الهدفة يضع في الهدفة في الهدفة في الهدفة في الهدفة رونالدو سيما الممتاز في مجموعة تحديث يجب أن يكون مجموعة نعمل مجموعة يضع في الهدفة يكون هناك رونالدو يضعون إلى خطيح هذا المراردو لذلك يرى في المخصيح ليسى ما أفراد أكثر من يزره يسعى ما يفتح في الهدفة الهدفة 2-0 جزء سيطناء رونالدو طرحة رونالدو قريبا بخصور ومع الشيماية 2 متر فوري وغير اشترك بيدواشنو أطني 15 سنة وفاقشنا وقارطه رابطه وقرب من بارد وقرب من هذه المحارات وقرب من الوقت وقرب من روسك 3-0 وقرب من الوابط وقرب من دوما المبارب وقرب من الوابط وقرب من دوما المبارب ثابتا 3-0 موسيقى 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 موسيقى